أصبح الخير صبح الورد ولياسمين على كل حبابتي كديري اللي بسألكم أمركم هانيا إن شاء الله تكونوا على خير وبخير في فيديو اليوم إن شاء الله غادي نتهلا فيكم غادي نعطيكم واحد الوصفية البناء تفتيح خطير جداً كل جسم ديالك كل من العنق حتى الأسفل القدمين هاد الوصفية دي غادي تخليكوا عروسة كل نهار مش غير تفتيح تفتيح وكذلك الترطيب والتعطير غادي تبقى فيك واحد الريحة كتهبل بلابنا نطول عليكم سأدوزو مباشرة باش نكتشفو مكونات الوصفة وطريقة التحديات دياله وإلا بغيت تكوني ملعا إلى ديالنا ويوصلك كل جديد انفو ونحطو طريقة جد سهلة معلك إلا تبطل تحت ردي تلقى واحد زر أحمر مكتوبة في سبسكرايب سابوني أو لا اشتراك ضغط عليه وما تنسيش تفعلي خاصية الجرس باش يوصلك كل جديد انفو ونحطوه واللايكات ما نحتاجش نوصيك دعمني بلايكات ديالك دوزو مباشرة باش نكتشفو وصفة اليوم إذا نبدو الفيديو ديالنا على بركة الله بالنسبة الوصفة اليوم ستكون بهذا الكريم هذا كريم غليسوليد ويكون معه واحد المكونات آخر سأقول لكم الليبنات اللي عندها هذا الكريم هذا في الدارة عندها كنز لأنه غزال وخطير جدا ورائع سواء كان في الترطيب في التفتيح وكذلك في التعطير ما كنش محسن منه 8 ديالوان خاص كدير فقط 20 درهم كدير لكم واحد المدة اللي هي طويلة لأنه كيف سبق لي وقت في فيديوهات سابقة الكتافة ديالو تقيل يعني أي حاجة درتي معاها كيتمشى معاها ولو تديري غير واحد الكمية اللي هي قليلة قاع المورطيبات عندك اللي غاليين ولا رخاص التعمال ولا أي مورطيب كان عندك ولا أي كريم عندك انسيه وستعملي لي غير هذا بليت تخذي غير هذا ستديري في بزاف ديالوصفات ممكن تديري غير بوحدو كيف قلت لك وكي يعطيك النتيجة اللي هي رائعة اليوم كيف قلت لكم في البداية ديالفيديو غادي نعطيكم واحد الوصفة اللي غا تكون تفتيح ملعه نقحة الاسفل القدمين جسمك كله غادي تفتح وغادي ترتب وكذلك غادي نعطره دو غادي ندوزوه مباشرة باش نكتشفوه مكوين غادي نديروه مع كريم غلي صوليد باش نحصلوه على هذه النتيجة هادي اذا على بركة الله بالنسبة الوصفة دياليوم نحتاجو فيها فقط جوج ديال مكونات نحتاجو كريم غلي صوليد وغا نحتاجوه سكر حبيبات او لا سكر سانيده باش نحصلو على واحد نتيجة اللي هي خيالية غادي نبدأ معكم على بركة الله في تحضير ديالوصفة غادي نحتاجو واحد المقضاء ديال الملعقة صغيرة ديال سكر حبيبات او لا سكر سانيده بالنسبة الكمية غادي تبقى هادي تبقى على حساب انتم لا شو بتاستعملوها يعني بتاستعملوها اليادين ديالكوم أو الرجلين ديالكوم هادي تبقى واحد الكمية اللي هي قليلة بغيت تستعملوها لجسم ككل هادي تضافعوا الضاعف وعفوا الكمية بطبيعة الحال دوكم بعد موضعت معالقة صغيرة ديال سكر حبيبات غادي نضيف له كذلك واحد الكمية ديال كريم غلي صوليد كيف تبقى لكم هاد الكريم هادا رهتسقيل غير واحد الكمية هادي كتعطينا واحد المزيج اللي هو كريمي دوكرا نستعمل الكمية هادي غادي نخلط الوصفة ورجع نتلقى معاكم باش نوريكم طريقة استعمال دياله هنرجعت لكم البناس بعد ما خلطوك كيف كتشوفوك يعطني واحد القاوام اللي هو طقي بالنسبة لطريقة الاستخدام ديالو إلا كنتو غادي تستعملوه اليادين ورجلين ديالكم فقط يمكن لكم تبلو اليادين ورجلين ديالكم شوية ديال المدافي هكا باش يتحلو المسامات كتبدا وتطبقوا هاد الكريم هادا هاد الخالط لي فيه كريم كلي سوليد و سكر حبيبات او لا سكر سانيدة كتبقوا على يادين ورجلين ديالكم وكتستعملو فيلم أليمونطاق او لاستولوفان او لاي كيس بلاستيكي تخليوه الوقت الكافي شحال ما خليتوه ساعة ساعتين مشي مشكل ومن بعد كتزولو ذاك الفيلم أليمونطاق وكتبداو تقوميو بحركات دائرية وتغسلو وديك الساعة رغشق ستلاحظو واحد تفتيح خاط طيارة من اول استعمال والترطيب والتعطير ما نعاودش لكم اما الي كنتو ستستعملو لسائل جسم ديالكم فمن الافضل انكم تخلطوه وتوضعوه في شبواطه وتضوه معكم الحمام بعد ما كتكونوا دخلتو كتبلو الجسم ديالكم بطبيعة الحال بما لي كيكون دافي وكتبداو تطبقو هاد الكريم هادا من العنق حتى الاسفل القدم عين كتخلي واحد المدة زيال 10 حتى ال 15 دقيقة ومن بعد عفوه كتبداو عاو تاني كاتقو مايو الحمد يلكم وورا غادي نقول اشار ستلاحظو النتيجة من نفسكم من اللي غادي تخرجه من الحمام ثم بقا في الحمام اصلا ستلاحظو واحد ترطيب اللي هو خطير جدا الرويحة غزالة ريحة جليسوليد واعرة ريحة تزوينا بساف وتفتيح غادي بان لكم من اول استعمال ولي داوم تولي ان شاء الله غادي اعطيكم احسن النتائج النصيحة الاخيرة اللي غادي نعطيكم غير هو من اللي تسلوا من هاد الوصفة هادي او لاي وصفة كان ديروها كان فيها هكا تقشير او لا عبارة عن عن سكراب او لا مقشر او لا قوماج البشرة دينا سواء كانت الوجه ليدين او الرجلين او لا الجسم ككل من الافضل على اننا نرتبوا البشرة دينا باي لوشن او لا اي كريم تماما كتستعملوا او لا حتى زيوت غادي يكون افضل كانت هدية وصفة اليوم وفيديو اليوم كنتمنى تكون نات الاعجاب جاي لكم كنتمنى انكم تجربوها ودخلو لي رأيزكم في خانة التعليقات كيف كان نقول لكم دائما على امل ان يلقاكم ان شاء الله في فيديو جديدة ووصفة جديدة تهلا وفريوسكم ما تنسوش باني كان بغيكم بزاف السلام عليكم اشتركوا في القناة